سلام حيالله متابعين محمد ملكاو بن جديد ومقطع جديد معانا احدث اصدارات الفين واثنين وعشرين من دول شانجابانا لايت بلو ايطاليا نحكي عن العطر باختصار ونشوف هالعطر بستاهل او لا يلا بينا اصدار الفين واثنين 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 احدث اصدارات دول شانجابانا من خط لايت بلو عطر بالرغم من عدة المكونات اللي بتدخل فيه لكن بيرتكز على الحمضيات وخصوصا لقريب فروت بيفتتح بالقريب فروت وبعدها بتدخل نوتات خضراء خفيفة جدا بعدها بيصاحبك القريب فروت للنهاية مع لمسات مسك كمان خفيفة جدا باختصار تشبيه العطر حبت قريب فروت وصفيت عصيرها ورشيته على حالك هون شو ريحتك بتفحفح قريب فروت عطر سفاح بالنقاء والاداء بعد العجيب من دول شانجابانا استنسخت العطر من فور ايفر ايطاليا اللوف شبيهة بدرجة كبيرة من فور ايفر الفرق بينهم نقاء ايطاليا اللوف واداءه افضل بكثير من فور ايفر وعلى ما اتصور راح يتم ايقاف انتاجه ويعتمده ايطاليا اللوف العطر اعطاني ثبات اكثر من 12 ساعة وفوحان 3 ساعات وحتى لما يكون قريب على الملابس والبشرة مع تفاعل درجات الحرارة او النسمات الهوى بتشمي العطر صيفي بحت رفيق السفر للدرجات الحرارة العالية اللي بطفي فيها حر الصيف بنصح فيه عشاق الحمضيات خصوصا لجريبي فروت سعره بين 70 لثمانين دولار بحجم الميت من طبعا معلومة بسيطة حتى الصبايا اذا بشموه ممكن يستخدموه وبهيك منكون انتهينا من مقطعنا اي شخص تقرب هالعطر التحفي ياريتي شاركنا بتجربته بتعليق وما تنسوا تتابعونا على الانستجرام بتمنى المقطع يعجبكم واشوفكم على خير مع السلامة